بعد مشاركته في الاجتماع الوزري بين مجلس التعاون الخالجي والهند قال وزير الخارجية الهندي أن علاقات نوديله وبكين تمر بمرحلة صعبة بسبب الوضع الحدودي سباق دائم بين التهدئة والانفجار هذا حال عملاقي آسيا الصين والهند خلافهما إرث خلفه الاستعمار البريطاني عام 1947 فكانت الحدود عنوانه الأبرس أولى فصول النزاع تمتد على حدود تبلغ 3500 كيلومتر ترجع بعد أن استقلت الهند عن بريطانيا وحصلت على هضبة واسعة شمال شرقي البلاد ترونها هنا على الخريطة تطالب بها الصين منذ ذلك الحين إلى عام 1962 حين اندلعت حرب دامية بين البلدين حافظت خلالها الهند على هذه الهضبة رغم هزيمتها القاسية حشد الطرفان جنودهما على الحدود وبدى الصراع عسكريا حاول الطرفان التخفيف من تداعيات تصعيده المستقبلية فاتفق عام 1996 على أن القوات الموجودة على الحدود يقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة ويمنع عليها إطلاق النار لكن أحداث صيف 2020 كانت النقطة التي أشعلت حدة هذا الخلاف وقتها اندلعت أعنف الاشتباكات بين قوات البلدين سقط على إثرها عشرون جنديا هنديا على الأقل عند الحدود في وادي جالوان في منطقة الهملة ما لا يترون هنا على الخريطة المتنازع عليها هنا في الشمال هذا النزاع امتد حتى باتت كل دولة تسعى لمحاصرة الأخرى عبر توسيع العلاقة الصين عززت تعاونها مع جزر المالديب وسيرلانكا ونيبال باعتبارها ذات أهمية جيوسياسية فهي دول تحدها الهند في محاولة طبعا لتقوية موقعها ماذا فعلت الصين؟ وقعت اتفاقية مع المالديث لتقدم لها المساعدة العسكرية مجانا في الوقت الذي طالبت فيه الأخيرة بانسحاب القوات الهندية المتمركزة في البلاد لأغراض الإغاثة من الكوارث وغيرها فيما شاركت نيبال في مبادرة الصين الحزام والطريق لبناء البنية التحتية في البلاد وأصبح اقتصادها أكثر اعتمادا على بكين أما سريلانكا التي تخلفت عن سداد ديونها عام 2022 تعتبر الصين أكبر دائن البلاد بمبلغ قدره أربعة مليار وسبعمائة مليون دولار بالتوازي مع ذلك تنخرط الهند هي الأخرى في تحالفات دولية مناهضة لبكين أبرزها الحوار الأمن الرباعي أو كواد الذي يجمعها بالولايات المتحدة وأستراليا واليابان بهدف احتواء النفوذ الصيني في المحيطين أخطر ما يجمع الجرتين اللدودتين هو نادي الأسلحة النووية فبحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام تملك الصين أربعة مائة وعشرة رؤوس حربية مقابل مائة وأربعة وستين رأسا لدى الهند ما يجعل أي احتكاك حدودي بينهما ينظر بإشعال حرب مدمرة لكن رغم الحدود الملتهبة والنزاعات الخفية والعلنية إلا أن ذلك لم يمنع من إقامة علاقات تجارية وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية استعادت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للهند وقد اختزل ذلك أرقام إجمال التجارة الثنائية بين البلدين التي بلغت هذا العام مائة وثمانية عشر مليار وأربعة مئة مليون دولار من القاهرة عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور حسن في دائرة الشرق بداية هل دخل باعتقادك التوتر بين الصين والهند على الحدود مرحلة جديدة ولماذا الآن يعني أولا في البداية الترحيب بالسادة المشاهدين وبحضركم الموضوع المتعلق بالتوتر ما بين الصين والهند هو ليس جديد يعني التقرير الذي تفضلتم بالقائه الآن هو يتضمن أن هذا التوتر مستمر منذ استقلال البلدين وله أكثر من جانب جانب يتعلق بالصراع الحدودي وجانب يتعلق أيضا بما يمكن أن نسميه بالنفوذ الجيوسياسي لكل البلدين والذي يراه الطرف الآخر يستهدف أمنه ويستهدف أيضا نفوذه في المناطق المجاورة له والذي كانت تعتبر تاريخيا يعني منفذ أو مقارر لنفوذ الطرف الآخر وبالتالي التوتر هو توتر مستمر ودائم وخطورة الحديث عن هذا التوتر في هذه المرحلة هو يتعلق بأمرين أساسيين من وجه نظري الأمر الأول لا يتعلق بالحدود في حد ذاتها وإنما يتعلق بالتحرقات الصينية التي تراها الهند بتستهدف أمنها أو بتستهدف ما يمكن أن نسميه بمحاصراتها ومحاصرة مراكز النفوذ التقليدية التي اعتادت عليها طوال يعني أكثر من 20 أو 25 عاما سابقة هذه النقطة الثانية هي تتعلق أيضا بتوجه الهند وبإحساسها بأنها في مرحلة انتقالية من أن تكون قوة إقليمية عظمى إلى قوة دولية وهلآن الهند بترى أنها في هذه المرحلة الانتقالية والدليل على ذلك هي تطورها الاقتصادي ووجودها في المرتبة الخامسة في أكبر الاقتصادات العالمية إضافة إلى أنها الأكثر الدول من حيث عدد السكان والتي تفوقت على الصين في غدون الثلاثة عوام الماضية بحوالي ثلاثة أو أربعة ملايين نسمة لصالح الهند وبالتالي فهي بتشعر بأن التحركات الصينية لا سيما في مجال القوى البحرية وفي أيضا فيما يتعلق باكتساب مراكز النفوذ في بعض الدول المحيطة بالهند والتي كانت بشكل أو بآخر تدخل في دائرة النفوذ الإقليمي للهند مسألة في غاية الخطورة ومسألة أيضا في غاية تؤثر على أمنها وتؤثر على نفسها وبالتالي بيضع ضغوط على الصانع السياسة الهندية لاتخاذ مواقف صعبة ضد الصين كما ذكرت دكتور حسن نعم عفوا على المقاطعة لكن كما ذكرت يتصل هذا النزاع الحدودي بشكل مباشر وحثيث بأسياق العام للصراع أو لنقل المنافسة الصينية الأمريكية على وجه التحديد لذلك لأي مدى تعتقد أن الولايات المتحدة تستثمر في الخلافات الصينية الهندية وكيف تستفيد من تجدد النزاع الحدودي الفعلي؟ بالتأكيد الدور الأمريكي هنا واضح وأنا سأشير إليه باعتباره أحد المدخلات المهمة جدا التي تؤثر على الموقف الهندي تجاه الصين الولايات المتحدة كما رأينا في الفترة الرئيس بايدن تحديدا حوالت أن تقيم وتنشئ عدد كبير من ما يمكن أن نسميه بالتجمعات أو بالتحالفات مع عدد كبير جدا من الدول الأسيوية ومن بينها تحالفات كانت امتداد لعلاقات تاريخية وتحالفات أخرى قامت على مسألة استقطاب دول جديدة للنفوذ الأمريكي أو على الأقال يكون متماهي مع النفوذ الأمريكي ومع بعض التصورات الأمريكية فيما يتعلق باعتبار الصين قوة تهدد الاستقرار ليس فقط الاستقرار في محيط أسيا وإنما تهدد الاستقرار العالمي بالمنظور الأمريكي ومن هنا أنا أتصور أن في نقطة توافق ما بين كل من الهند والولايات المتحدة في النظر إلى الصين باعتبارها قوة قلق أو قوة تثير القلق بالنسبة لكلاهما نفوذهم السياسي والاقتصادي والأمن والعسكري معا على ضوء ذلك باعتقادك لأين يمكن أن يتطور المشهد على الحدود بين الصين والهند هل يمكن مثلا أن نشهد على مرحلة مختلفة عن السابق تصعيد حقيقي كبير يمكن أن يغير الواقع أنا في تصور أنها سوف تحدث من نوشات بين الحين والآخر لكن دعيني أشير هنا إلى حقيقة حتى أيضا وردت في هذا التقرير أن كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين على أنها تضع حدود على مسألة نوعية التسليح لدى الجنود الذين سوف ينتشرون على الحدود ما بين الطرفين وهو تسليح كفيف وتسليح زي طابع فردي ولا يسمح له بأن يكون هناك تسليح ثقيل لا مدفعية ولا مراكز للطائرات ولا مراكز حتى للطائرات الهليكوبتر وبالتالي المنهشات سوف تحدث ونظرا لأنه حالة من حالة التداكل وأيضا القوى المنتشرة على الحدود بين الجانبين وأنا كنت في زيارة في إحدى المناطق هذه من عدة سنوات وقد أرى الجنود يرون بعضهم بعضا وفي بعض الأحيان كانوا يتبدلون ما يمكن أن يسميه التحايا وأيضا بعض أنواع من الطعام وهكذا وبالتالي هذا التداخل لكنه منضبط إلى حد كبير تحدث مناوشات سوف تحدث مناوشات ولكن هناك القرار بالسيطرة عليها سعدنا جدا بوجودك معنا وما تقوله ملفت جدا للوقوف عنده لكن دهما الوقت شكرا لك دكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية